اشتركوا في القناة من صور كيت مع زوجها خلال استجمامهما في فلا خاصة جنوب فرنسا وهي عارية الصدر اتت جهود القصر الملكي ثمارها وبدت اولى ملامح نتائج ذلك القضب الملكي بصدور حكم قضائي فرنسي يقضي بمنع نشر او بيع المجلل لاي من صور الدوقة كيت في مختلف الوسائل وفيما يبدو ان الامر لن يقف عند هذا الحادة حيث فتحت محكمة اخرى الباب امام البحث الجنائي بحق المصورين الذين قاموا بالتقاط الصور والمجلة التي نشرتها في خطوة عقابية لمن قام بانتهاك خصوصية الامير ويليام وزوجته وتحذيرية لمن يريد المحاولة في المستقبل رئيس تحرير صحيفة ايريش ديل ستار البريطانية وهي المطبوعة الوحيدة في المملكة المتحدة التي قامت باعادة نشر الصور علق عن العمل بل ويخضع حاليا الى تحقيق داخلي في مؤسسته الصحفية بعد ان شذ عن انحياز وسائل الاعلام البريطانية الى الامير ويليام بامتناعها عن نشر الصور التوجه للقضاء محاولة من القصر الملكي لردع وسائل الاعلام الفضولية التي تتبع الحياة الخاصة للامير ويليام وزوجته في خطوة عقابية علها تجذي مع مصورين ووسائل اعلامية تعيش على الفضائح راشد العيد العربية